موسيقى الجربة مهمة ليس فقط في المنتوج الأخير اللي نعطيه اللي هو كفيلم وهو مهم أيضا بالنسبة للمدينة كأقادير لتنتمي لجهة جهة جميلة أولا من خلق صورة بأن أقادير هي أيضا مدينة كتفرد ذكورة جميلة مؤهلات طبيعية مؤهلات بنيوية مؤهلات بشرية من أجل استقطاب إنتاجات لسوى على المستوى المحلي الوطني أو العالمي هذا مهم بالنسبة للمدينة كأقادير اللي عندها واحد الصباح خاصة بالمقارنة بعض المراكز اللي كانت تصور في أفلام كالتربيضة أو الرباط ليس بالمثال إذن فيلم البوز غاية خلق دينامية ثقافية جديدة سياحية يعني كان عوائد أخرى لتقسن فهم بأن الصناعة السينماية بصفة عامة عند عائدات مباشرة يعني عائدات اقتصادية بالحصوص يعني خلق فرص الشغر أيضا يعني اشتغال الفناديق فبغض زيق تحريك الاختصاد بهذه المفهومة ولكن ايضا نحن دعا غير مباشرة وهو تلميه على صورة المدينة على المستوى الوطني ولما إلا العالمي يعني كان العالمي أنه أفلام كبيرة تصورت بعد مدينة الصغيرة والتي تجيب سياح أكثر في تلميه الفيلم يعني نصر نديزانو كانت تصور في مدينة بسية جدا اليوم أكثر من 20 مليون سائح سامع لأن تصورت من القرين كان أعنا الأهمية يلدى قربته للتكامل الممكن بين السينما والسياحة إذن اليوم أقادير هي معروفة على مدينة سياحية كانوا بأنه السينما خلقه حد دينامية على مستوى المسلسلات أو المستوى الأفلام المغربية وغيرها ربما أيضاً سيساهم في تحريك هذه السياحة اللي يقولون أنه يمشون في تصور ذيكور للفيلم إذن الفيلم بحدداته كانوا بأنه تجربة خاصة لأنه يجمع مجموعة المعروفة على المستوى السينما والإعلامي ثم أيضاً تجربة محلية مئة بالمئة من خلال المنتج من خلال المخرجة من خلال الموالد البشرين يشتغل فيها ومن خلال الخلق ديكورات جديدة من أجل استقطاب أفلام أخرى أولاً لديكورات ذيكورات فيارجة باقي فارغة لا تصور مكينش ذكسات يغالصوك العسل المتالف كازاف أو حتى فورزازات هذه هي السبغة الأولى ثانياً تنوع تداريسي تنوع طبيعية هي الطبيعية تجد البحر تجد جهة تفروطة تجد جهة ديكورة غورشة تجد جهة تمابيل ميرللفت وهو صحراء وبيضاء تجد جهة طاطا هي شبه ورزازات ولكن بشكل فيارج لأنه فيه ليوازيس فيه ليفالي فيه النخل المازل لا تستغل الجهة الأقادير والجهة التي تنتبه هي واحدة جهة باقي جديدة تحتاج إلى المستوى المؤهلات ثانياً هناك سيكون على السينما أو القتاة سيكون على الإيكو سيستام لا يمكن أن تداريسي مالياً لأنها لديك ستوديو لديك فانادق لديك طرق لديك مؤهلات بشرية لأن تتقنية التي يشتغلون ويعرفون ما هي المستوى الانتراسل لا يمكن أن تكون قطع سينماي لديك مؤهلات طبيعية كان الفلدق كان البنية التحتية كان دكورات جديدة كان البعدة بين الدكورات ومنتج من المنتج يجب أن يصور يجب أن يقتصد الفلس لا يمكن أن تكون قوة تخص فيها الدكورات متقاربة فيما بينها هناك قدية المهمة هي التقنية الموجودة في أقادير كان البنية التحتية في فرزات والدربدة كلهم لديهم لغة في سينماتوغرافيك لغة التي يمكن أن تعملها مع المنتجين أو المخرجين المغاربة أجلًا هذا مهم ما ترى أن تقنية المغاربة فهذه المغاربة تقنية المغاربة تقنية المغاربة أولاً تقنية المغاربة لأن هناك فناديق عالمية مصنافة على جميع من حيث فناديق أولاً مطار عالمي ثم عاد عندنا ما يسمى في المنطقة أقادير وعندك الهوامش وهي مهمة عاد عندنا المواد البشري تكونوا كما قلت في حلال الفيلم والدوستخي وكذلك تكونوا في ورزات أو في كازابرونكا وجاءوا استخدروا في أقادير عاد خلق لجنة الفيلم مهم جداً أولاً تسهيل مأموريات الفراق من أجل التصوير ثم الاستشارة الفنية ثم نديروا من جميع المتدخلين عاد ربما أيضاً الاستشارة التقنية نقول لهم هما المهنيين هما الناستقنية لذلك هذه العوامل كلها تجعله بأنه أقادير أولاً الجهة المتحدة مهمة بالنسبة أو قبلة مستقبلية مهمة باستقطاب الإنتاجات المحلية الوطنية والأجنبية والعالمية لأن الكفاءات الكائنية اليوم كي حتى واحد النوع ديال إرادة سياسية الناس ديال الجهة عندهم هاد هاد الرغبة مهمة من أجل فهموا بأنه تقفى بالسيمة عامة والقطاع السينمائي عنده دور في تحرك أول الاقتصاد لأن هذا مهم اليوم يجب تفكير بأن القطاع التقافي السينمائي هو محرك اقتصادي هو تأهيل التنمية البشرية وهذا مهم وفهموا أيضاً دور السينما في تنمية السورة المدينة من أجل خلق الترابط بالتنمية المهمة والسينيتوريزم تكامل ما بين السينما والسياحة اليوم نعطي متر بصيد قسمة 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 ويوجد السياحة ويوجد السياحة للعالم ولكن يوجد السياحة لأنها مصنفة السياحة لأنها تصور فيها ويوجد فيها ويوجد فيها دور المهمة للسينما حتى على مستوى الترابط ويوجد دور يمكن أن تخلقوا دينمية جديدة لعلاقة بالسينما والفلم مهمة كما قلت قويلا بأن السينما هي إكو سيستم كان بنياة كثيرة كان مؤهلات طبيعية كان مؤهلات بشارية ولكن مهم أيضا من المنتج أو الفرق التي تعمل في السينما على مستوى المحلي والدولي يجب أن يكون استوديوهات والاستوديوهات بالطيراز العالمي اليوم كانت عرفوا بأننا دخلنا واحد العالمي هو العالم الرقمي لأنه اليوم الواحد يفقش بأنه يعني انسكير يعني تدير هذه السجاة لأنه يخص نفهمها ولكن منافسين دوليين لأنه اليوم قيطة السينما فهموا الناس بأنه نظر مهم على المستوى ما يسمى بالعوائد التعريبية ومتخصراتها وأيضا الصورة التي تعطيها اليوم نعطيه مؤتل بسجلة السعودية اليوم هي غادية في واحد استمار كبير جدا وكتبت على العباء على ما يسمى هذا الشيء للرقم كين مشروع كبير وهو تم تحديث يعني حديث مع المسؤولين في الجهة تشمسة اللي رحبوا بالفكرة ودرنا في إيطال جاءت الفيلم واحد زيارة ميدانية وفين الناس المسؤولين عندهم في تاتا كان بأن تاتا عندها مؤهلات ممكن تكون مكملة للورزات لأنه أقادير والجهة كل ما عنده على قبل بحارة وفي خاطر كبير ولكن تاتا عندها وحد ديكورات وهي الطبيعية ممكن للقوضة أخرى وباقي كما قلت يعني مازا ما تصور فيها مازا ما كيش ديكلاسات يغاسيو إذن كين مشروع ديالستوديو اللي غير يكون مكمل لهذا الإيكو سيستم اللي ديجا ومتواجد في أقادير وفي الجهة دياله موسيقى